ترجمة نانسي قنقر بحر التهاني وخالص التبركات لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان سلطانة عمان وللحكومة العمانية الرشيدة وللشعب العماني الشقيق بذكرى الثانية والخمسين للأعياد الوطني المجيدة في واقع الأمر هذه ليست المرة الأولى التي أشاطر بها أشقائي أعيادهم الوطنية وأنه لشرف لي ما بعده شرف حقيقة أن أوثق كلمة حب باسمي وباسم سائر شعب البحرين كلمة حب واحترام وتقدير لهذا الشعب الطيب والأصيل والمعطاء العياد الوطنية التي تعيشها السلطانة اليوم هي امتداد في واقع الأمر للزيارة الميمونة التي لازلنا نعيش صداها زيارة جلالة السلطان المعظم للبحرين منذ فترة بسيطة وما أشبه الليلة بالبارحة وقد طلعتنا صحافة البحرين اليوم بتصريحات لسعادة السفير العماني بأنه تم تسارع في وطيرة تطبيق رؤية السلطانة 2040 ورؤية البحرين 2030 فيما يخص زيادة الإنتاج وهذا اندل على شيء إنما يدل على أن هناك بيئة استثمارية جاذبة في كل البلدين ودل على ذلك طبعا حجم الاتفاقيات التي وقعت فيما يزيد على 24 اتفاقية نعم ورؤى مشتركة أيضا بين البلدين في تحقيق النهضة الاقتصادية في البلدين الشقيقين بلا شك نعم نعم ربما ننتقل الحديث عن الروابط الاجتماعية التي تجمع الشعبين العماني والبحريني هذا صحيح طبعا الحديث عن العلاقات التي تجمع بين الشعبين لا شك أن العلاقات العمانية البحرينية علاقات متجذرة وعلاقات متشعبة فكما هناك حضارة دلمون هناك حضارة مجان لكن الحق يقال بأنه ثمت قواسم مشتركة بين الشعبين وفي المزاج في الطبائع وربما هذا يكون عائد لإسقاطات البيئة على الشخص نفسه فكما تعلمين البحرين وعمان الشعوب الساحلية والشعوب الساحلية عادة تمتاز بالانفتاح وقبول الآخر ولينا العريكة وأنه يحلو لي في هذا المقام أن أقول عن الشعب العماني بأنه الشعب السهل الممتنع فللمرة الأولى يتراء لكي بأنه منبسط ومنفتح وسهل لكن في الحقيقة هو عصي على الاختراق في الداخل في قيمة بترابط نعم في عاداته نعم هو متمسك ومتشبث بعاداته وبقيمة وبتقاليده وهذا أمر حقيقة ترفع له القبعة ويحلو لي وأسجل إعجاب بذلك لأنه مع رهاصات العالمة ومع التواغل التكنولوجي المريع يبقى التحديث والتمدن الذي تنتهجه السلطنة في سلطنة عمان يمشي متوازي مع الحفاظ على الهوية فمرحى حقيقة لهكذا سياسات قديرة ومرحى لهكذا أفعال تشرأب لها الأعناق في واقع الأمر وأنا بهذه المناسبة أقول وعبر هذا المنبر الإعلامي الهام كل عام وسلطنة عمان بأبها حلة كل عام والشعب العماني بألف خير في ظل آل بوسعيد الكرام نعم الكاتبة والأكاديمية الأستاذة بوثينا قاسم كنت معنا شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا